محمود تمام معي كيفاش ابدأ؟ تمام تفضل تمام كنا منتكلم دلوقتي على تالت بروسس بتبقى في عمر اي مشروع او في اي مشروع اي مشروع ان احنا زي ما قلنا في الاول عملنا الدراس الجديد وابطلع مشروع مجدي مثلا وتاني حاج قررنا نحنا نتحرك في المشروع ففرحنا المكتب تصميمات بدأ يعملينا التصميمات المختلفة للمشروع ده المحددات اللي احنا هنبقى فاهم منها وزي ما قلنا فيه فيديوهين هيبقى فوق كومنت هات للاول جزئيتين تالت خطوة ان انا هبدأ بقى يعني باردو استيل انا كممثل مالك هستعلين مثلا بال بالكونسالتنت بقى بتاعي انا في ذاتي كمالك الطبيعي ان انا لو انا مش اهل خبرة واني في النوع ده من المشروعات انا لو عنديش مثلا ادارة هندسية فيها ناس عندها من الخبرات الكافية انا هتطر اتعقد مع استشاري خارجي عشان احضر المشروع للطرح ايه هي المشروع اللي بتتجاهز عشان نطرح بيها المشروع ده امام شركات المقاولات الدخمة دي زي ما احنا شايفين كده كيف تبقى الكونتركت او عقد المقاولة الجنرال والالشتراطات او الاشتراطات العامة والخاصة البيوكيو او المؤيسة بتاع المشروع والايف سي دروينس اللي هي الرسومات اللي هي المعمولة للتنفيذ طيب خلينا نتكلم بالتفصيل كده عن كل بند من دول ايه هو يعني الكونتركت او عقد المقاولة ده ده بيبقى العقد اللي فيه البنود اللي هتبقى ما بين المالك ما بين مقاول العام بيبقى محدد فيها حقوق واجبات كل طرف من الاطراف العقود لها انواع طبعا يعني اشهرها في مصر هو يعني عقد المقاولة التقليدية المعروفة في مصر هو ان احنا بيبقى عندنا مؤيسة اعمال بكميات والقياس هندسي للبنود دي بحيث ان احنا في الاخر بندفع للمقاول كمالك بندفع له ثمن الكميات يعطبعا طبعا طبعا لوحدة القياس مثلا بنتكلم على بند الخراصانة المسلحة مثلا ولياكم احنا منقسه بالمتر المكعب بيتم عمل حصر اللي ما تم تنفيذه على الطبيعة بس الفياس بيبقى هندسي والنقطة دي تريكي جدا يعني خاني بقى نرجع لها وبالتالي انا بحسبه على الكميات المنفذة بضربها في الفئة الفئة دي اللي هي السعر اللي حطوا المقاول واللي هو ريسي بيع عليه المشروع وفي الاخر يعني حصل ضرب الكمية في السعر بيطلع لي رقم بالفلوس الرقم ده هو اللي يعني في الاخر مجموع بقى الارقام دي او مجموع الاسعار بتاعة البنود المنفذة كلها المجموعة بيساوي قيمة المشروع وقيمة العملية زي ما احنا بيقول فهو ده بيجمالي قيمة العقد والعقود دي زي ما احنا قلنا ده اشهر عقد كده مستخدر دي حاجة اسمها هنان standard forms يعني دي عقود طبعا هي في الاخر معظم بنودها بتاقي متكررة من مشروعات المؤولات المختلفة بس هي في النهاية مش standard form يعني ايه standard form يعني يعني في عقود بتبقى مكتوبة بالفعل وهي يعني عقود ممحصة قوي ومتراجعة كتير جدا واستخدمك كتير قوي وزي ما نقول حسننا فيها كتير قوي لحد ما وصلنا انها بقى standard form وتستخدم على طول ممكن بس انت يعني تلغي بند من بنودها لو هو مش متناسب مع بشروعك او تضيف بند مستجد كده على بنودها انما العالي ان انت تستخدمها ده بقى زي standard form دي امثلة عليها زي اشهر مثال طبعا زي الفدك ده عقد standard form فيه البنود دي خلاص محددة ويعني مثلا المدة الزمنية المقاول المخفوط يبعد فيها مثلا يعني طلب مثلا كلام او طلب ان هو عايز تعويض عن بنده معين هو خاصة ضرر فيه خارج عن ارادته مثلا نتيجة التأخر الملك مثلا في اعتماد العينة المستخدمة يعني بقى فيه شروط معينة خلاص بقى نتيجة التأخرين لذلك او فيه عقود تانية non standard form زي ما احنا قلنا كده العقود المقاولى التقليدية اللي احنا متشوفها في مصر في مشريع المقاولات خصوصا لو الطرفين يعني مصريين يعني الشركة مش انترناشنال هتلاقيهم دايما بيلجأوا للعقود المقاولات المعبول بها اكتر في مصر شوية الفيدك بيبقى ايه المشروعات الضخمة قوي وخصوصا لو مثلا الشركة ممكن تبقى ملتيناشنال او لو المالك ممكن يبقى جهة اجنبية او لحاجة فقط يجعب يبقى لعقود standard زي الفيدك وزي ال NEC اللي هو العقد البريطاني مثلا اللي هو يعتبر موازي او مكافئ للفيدك ال General and Special Conditions عشان نبقى برضو فهمينها يعبار عن ايه ال General Conditions دي حاجة بتوضح لك الاشتراطات العامة لبنود الاعمال المختلفة في المشروع يعني انت هتلاقي دوكومنت ثابت بينزل في اي مشروع مقاولات بيقولك ان مثلا المباني مثلا ومواصفاتها العامة ان هي ابعاد الكوب كذا وطريقة مثلا التثبيت كذا ونسب خلط المونة او الاسمنت في المتر المكعب من المونة المستخدمة يبقى مثلا فيه مواصفات ثابتة وفي الاخر طبعا فيه مهمة جدا بيبقى طريقة القياس يعني مثلا فيه اشهر مثال على كده على ان الطريقة القياس مثلا باند المحارة هتلاقي فيه طريق قياس متعارف عليها هي جاية من الجانرال ان طريقة القياس الهندسية للمحارة الخارجية في الوجهات مثلا وليكن ان انا مش بالمسطح اللي تضيض محارة لا انا بقيس المسطحات كل ما هو تم عمله ببيض المحارة بقيسه زائد لو انا عندي فتحات مثلا كبيرة فتحات شبابيك الفوض المحارات انا بقسها معايا لو هي اصغر من اربعة متر بقسها معايا وكأنها مسدودة وانا بخدها معايا في قياس المحارة لو هي اصغر من اربعة وهي اكبر من اربعة بقيس مصصحة فده شيء متعارف عليه من الجانرال الناس كلها بتستخدمه وفي حال قياس اعمال المحارة في الوجهات والكلام ده بتلجأ للطريقة دي في الحساب ويعتمد ان هي طريقة القياس الهندسي اللي بيتم محاسبة مقاولين عليها انا بس بفسر لك ايه هو الجانرال ويبقى فيها ايه؟ بقى فيها اشتراطات عامة حيث تنفيذ البنود وطريقة القياس كل منت ايه بقى الاسبيتشن الاسبيتشن دي ان لو انت عندك طلبات خاصة كمالك في المشروع عايز المقاول يوفرها وبالتالي انت بتترحها من ضمن مستندات الطرح عشان هو يعني ياخدها في اعتباره مثلا من ضمن تكلفة بمعنى ايه؟ ممكن تقول ان انا عندي جهاز اشراف مكون مثلا من ثلاث مهندسيين مثلا من ناحية الاستشارية وممثل مالك مثلا من ناحية في الاخر فيه اربع مهندسين. في الاربع مهندسين دول انا عايز لهم مثلا عربيتين موديل 2019-1600 سيسي. فخلاص انت بتكتب الكلام ده في الهاتف بتاعتك عشان المقاول يوفر الكلام ده على حسابه طول مدة المشروع بالمواصفات اللي انت كتبها وياخدها في اعتباره هو ضمنيا وهو بيسعر بقى يعني هو عنده كده يعني غير تكلفة البند كبند غير تكلفة الخرصانة المسلحة اللي هي خرصانة جاهزة او اسمنت ورمل وسن مثلا وحديد تسليح ومصنعيات ومش عارف ايه. لا انا كمان هدخل معي الهاتف المطلوبة مني دي. انا مطلوب مني ان انا اجهز كارفانات لطاقم الاشراف وده غير كارفاناتي انا الخاصة بالناس بتاعتي. وافرشها لهم واجبلوهم كمبيوترات وبشاف اعمل كذا واجبلوكم فيسبوك واموراتك تسابت. كل الهاتف بعرف بس ايه كل يعني كل ده من الدكومنس اللي موجودة في ايه برشك. طيب بعد كده البلوف كوانتيتي. البلوف كوانتيتي دي طبعا لتبقى يعني مؤيسة الاعمال. ومؤيسة الاعمال دي بتبقى عبارة عن مسلسل البند. يعني ايه مسلسل بقى السريال نمبر بتاع كل بند. يعني مثلا بند رقم 3. واحد. ممكن يبقى 3 ده اللي هو اعمال العزل. واحد ده مثلا دهان بارد مثلا. هو زي ما نقول رقم للWBS الكبير او يعني للهيدنج الكبير كده. وتحت منه بقى البنود اللي تحت الامبريلا بتاعته. فبالتالي ما انا قلت بند كبير اسمه ما اعمال العزل ده رقم 3 مثلا في المؤيسة. يبقى يبقى 3.1.3.2.3 ده ده المسلسل اللي هو الارقام بتاعت البنود دي. بسان طبعا احنا بنرفير للارقام دي. فاي مخاطئ. يعني انا اقول مثلا ممكن ابعت جواب للمالك. انا كم اول مثلا. اقول مثلا بخصوص البند 3.1 المذكور في المؤيسة مثلا. انا عايز استوضح حاجة معينة في التوصيف مش فهمها. فده اهمية السيريال ان انا اعرف اشير للبند ده برقم. تاني حاجة في المؤيسة بتبقى اللي هي توصيف البند. منطوق البند. ده حاجة مهمة جدا تركي جدا فيها كم خبرات لازم تبقى عارفها كمهندس. لان هي يعني ما بين يعني توديك الجنة والنار. يعني الفرق رهيب ما بين ان انت تفهم المنطوق ده غلط. فما تاخدش حاجات معاناة في اعتبارك. فتلاقي ان البند ده تكلف خمس ست اضعاف. او ان انت يعني تبقى حاط ومفاهمة برضو ان الحاجات دي محملة عليك وهي مش محملة عليك. فانت تسعره بسعر غالي جدا يتضرب في كمية كبيرة تلاقي ان انت اصلا طلعت بسبب عدم فهم منطوق البند ده. وهنبقى نرجع كده حالا يعني بس لما نخلص التعريفات هندي يعني اجزامبل كده عشان اوصلوكو الصورة يعني ايه ازاي ممكن تفرق يعني الفرق الرهيب. طيب بعد توصيف البند بيبقى فيه يعني لو خرسامة مسلحة هتقص بالمتر المكعب. دي بتبقى جاية لطبيعة الايتم نفس او طبيعة البند نفسه. يعني مثلا لو بتكلم على بالدورة رصيف مثلا. بالدورة رصيف دي دي حاجة عضاها سابي ستاندرد بس هي حاجة تفضل ماشى بالطول كده ماشى طويلة ممكن تبقى بطول المشروع كله وحدة وخياس لبند زي كده معمول بالمتر الطول. لاحظة زي ما قلنا ممكن تبقى بمتر مكعب. امتى تبقى خرسامة مسلحة مثلا نستخدم لها متر مسطح او متر مربع. ممكن مثلا في حالة ان احنا بنعمل مثلا لارضية البدرومات. عندنا بلاطة خرسانة مسلحة تسليح خفيف كده 5.8 او اللي حاجة. صبنها في ارضية البدروم الممكنها تبقى ارضية للجراش مثلا. وعنين لها فنش مثلا معين كده اسمه هليكوبتر. يعني لي جهاز معين كده بيعمله بيخلي الصفحة شكله املاس كده زي ما بيشوفها في ارضيات محطات البنزين كده. في الحالة هذه لو هي مثلا حاجة لتكنس بتاعها 10 سنتي وانا موسط ان هي 10 سنتي في البند ممكن اطراح بالمتر المسطح. ده المعتاد. انما في الاخر وانا بادرسها هترجمها ان هي كم متر مكعب خرسانة وانا بحلل سعري هاخد في اعتباري انها بالمتر بعد كده اترجم انها بالمتر المسطح لما يجب اخذ السعر. ده البند او الايتم اللي بعد كده اللي موجود في بيوكيوب. بعد كده هيبقى معنا الكمية بقى بتاعت البند نفسه. وده دور يعني ممثل زي ما قلنا ممثل الملك او ممثل الشارع اللي هي الخطوة اللي احنا فيها حالا اللي هو بقى بتاعت البريديني لكيوب. دوره في ايه؟ دوره ان هو بيبقى عامل حصر لكميات بتاعت المشروع. بس الحصر ده يعني الاخراريسي بتاعته ممكن تبقى تسعين في المية مثل. هيبتبقى كميات استرشادية. استرشادية الغرض منها ايه؟ غرض منها ان اتعرف المقاول لداخل ده ان انا عندي من البند ده كتير او عندي البند ده قليل. انا عندي منه مية متر. عندي منه عشر تلاف متر. فيبدأ هو يجل دماغه كمقاول وهو بيحط الاسعار اه انا الايتم ده كميته كبيرة قوي. فلو انا قللت سعره نسبيا وضغطت نفسي فيه انا بعلي احتمالية ان المشروع ده يرسى علي. حاجة من الحاجات اللي المقاول بيفكر فيها. لا ده ده بند كميته صغيرة جدا. فانا ممكن احط سعره غالي لانه مهما يعني كان سعره غالي لما يتضرب في الكمية الصغيرة قوي دي مش هي اثر في اجمالي حاجة المشروع. فانا ممكن احطه غالي. او انا ممكن كمقاول بقى بقى مركز قوي على الغلطات اللي وقع فيها الناس اللي بتكريبير الدي. فلاقي ان انا من اللوحات بقى فيه كمية كبيرة جدا لمسلا بند زي الخرسانة اللي قلنا في ارضية الجراشات ان انا مسطح الجراشة عندي كبير جدا. وهم غالته مثلا بدل ما يتحط مثلا الف متر. انا في الحالة دي كمقاول عايز يرسع علي المشروع ده. ممكن جدا يلفت نظري ان الميت متر دي غلط. وانها هتبقى الفة على الطبيعة وبالتالي. هيحسبوني على ان هي الفة. اخسبني على الكيميات المنتزة على الطبيعة تبقى متحصر الهندسي. ما بيبيروش دعوة الكيمياء اللي كانت مؤيسة ككان. وبناءا عليه انا قدر اغلي في سعرها. مثلا كمان البرسبكتف المقاول او منظور المقاول. لو انا خطت سعرها غالي. لما تضرب في المية اللي هو رقم قليل مش هتأثر على اجمالي المشروع برقم كبير. ولكن لما يجي. اسفلها لي بقى مجد في التنفيذ. المية دي بقت الف. اهكسبانا كتير او مثلا في البند ده. بس وانا كسبت كتير وفي نفس الوقت وانا بسعر. الرقم الاجمالي بتاع المشروع. مأثرش علي. مش على ان انا العطى بتاعي او الباد بتاعي. ما بقاش غالي مضطراتا بالناس التانية لان انا في الاخر مضروف في كمية صغيرة. فدي الارايات المقاول اللي عنده خبرة بقى بيبدأ يلقطح من السطور كده في البيو كيو. ويبدأ يقول اه لا انا السعر ده. بغض النزع من الدراسة والتحليل بتاعه. لان انا هرفعه او انا هقلله. طيب. بعد كده بيبقى عندنا الخانة بقى بتاعت الاجمالي. ودي تبقى خانة فاضية في الطرح لان انا اللي بحط السعر طبعا السعر بيقى خاضي. يبقى انا عندي في خانة طبعا نحنا نقولاش اللي هي بتاعت السعر نفسه ويبقى سيبهاله فاضية قبل الكمية. فانا ببقى طارح الموضوع زي ما قلنا كده مسلسل وبعد كده البند نفسه كبند. بعد كده ممكن وحدة القياس او مكان السعر مش فرق. وبعد كده الكمية اللي هي الاسترشادية والتقدرية اللي معدة من قبل المهندس المالك او مهندس الاستشاري بتاع المشروع المعين من قبل المالك. بحيس ان قاوي بتاعه البند ويتضرب بعد كده في الكمية فيطلع الاجمالي كسعر كفلوس. ويحصل بعد كده عملية جمع لكل الاجماليات بتاعت البنود في قيمة العطى اللي المتقدم بيه الماء والده. طيب واخر حاجه هي الIFC درويينج اللي هي الرسومات. طبعا احنا الرسومات دي بتبقى رسومات للطرح. تبقى كل الديتيلز المطلوبة يعني احنا كي فرق بين الIFC درويينج وممين الشوب درويينج. انا كراجل بطرح مشروع انا بطرح لك الديزاين بقول لك ان البلطة دي مثلا سوليد سلاب تخنتها 12 سنتي وحواليها كاميرات مثلا عرضها 12 ودبتها 60 مثلا وليكن سقوط الكاميرات 60. وتسليح البلطة دي مثلا 5.10 فارش وغطة. بس مش مطالب بقى ان انا اقول لك ان البلطة دي مثلا طويلة قوي فانت هتطر تاخد وصلة فيها فما كان الوصلة هيبقى هنا لا. ده بيطلع الكلام ده بيتعامل بقى عن طريق المئول في لوحات الشوب درويينج وبيعتمد من طبل الاستشاريين انما في حالة الطرح بس التصميم بيقول ايه؟ بيقول ان هنا في 5.10 عشان تداخد في اعتبارك. انما بقى الحاجات اللي تنتج زي اصول الصناعة ان انت مثلا فلاد سلاب فهتعمل الكراسي فهيخش معك في نسبة جول متر المكعب فبالتالي خش معك في تسعيرك وبتكلفتك ده كله المئول هو اللي بيقوم بي. انما احنا حالا من الكلمة من الناس لسه المالك او الكنسالفان فاحنا بنجهز للطرح بس. كنت انا قلتلكم ان احنا في البيو كيو وتحديدا في البيو كيو وتحديدا في البيو كيو هديكو كده مثلا عشان تبقوا فاهمين قصدي في حتة اللي ممكن يعني ايه يعني تفرق في البند ما بين السماء والارض وبين البند داي بقى كسبان او خسران. انا هديكو 2 مثلا والاثنين في الحفر وان كان يعني في كل بند فيه فيه تريكس اقول لكو حاجتين سرعة كده. الريكة الاولانية مثلا او التريك الاولانية ممكن تبقى ان احنا عندنا منطوق البند مثلا بالمتر المكعب حفر نوع من انواع التربة عدا التربة الصخرية فاليات تمام. فبالتالي وعندي بند تاني بيقول ان بالمتر المكعب حفر طريق ان وجدت. فانا وانا بسعر قلت كويس قوي الناس دي ريحتني انا كنت الان لا يطلع الموقع صخر. فبالتالي انا مضطر علي سعري فلا انا حاجتين مفصولي. فانا اخط سعر منخفض لو هو حفر في اي طربة معادة صخرية. فاخط سعر اغلى كتير لو هو صخر. ان طبعا الصخر بيكلف اكتر بكتير نتيجة. لان انا بستخده اسمها جاك هامر. فالجاك هامر ده بيكلف كتير جدا. فبالتالي انا هاخد باعتباري وانا بسعر. وعلى كده. ده اجزامبل من الوقت الناس كري جدا لبست فيه يعني خلينا اقول باللغة الدرجة كده. وخسروا فلوس كري جدا من تحت الكلمة الصغيرة خلص اللي احنا قلناها دي. ايه? ان ده في حالة التربة عدم وجود يعني ان تحلت ان التربة مش صخرية اي حاجة تانية. انت جيت وراحت اتعاين الموقع بدأت تشتغل او رحت عملت معاينة فيه دايما اندباجة كده تتكتب ان ان مسئول مسئوليته ان هو يعمل معاينة نافية للجهالة. قبل ما يتخطس يارو لازم يروح يعاين يعاين الموقع يعاين معاينة نافية للجهالة يعان ايه يعاين معاينة نافية للجهالة يعاني ما يروح يعاني يعاني يروح يشوف يشوف مثلا نتيج فيه مثلا تشوين جبل مردوم فوق القطعة بتاعته فيه مش عارف ايه فيه حاجات كتير اوي ممكن تشوفها على الطبيعة تشوف طبيعة الارض مثلا يعني بالعين كده بس يعني بمجرد النظر من غير بقى جسات ولا الكلام انما قريدي بيقى من ضمن المرفقات الموجودة في التندر هي اصلا الجسات اللي واخدها الملك والطبيعي ان انت كم اول بتخش تعمل جسات تأكدية والشغل بيقى بناء على الجسات التأكدية اللي بتتعمل فانت روحت وبسيط ولقيت ان الارض شكل طبيعتها صخر عامل حسابك على سعر الصخر والسعر كويس جدا وبعد كده روحت تشتغل لقيت فعلا انت محتاج جاك هامر عشان تكسر فكسرت وبعدين جاي تطلب بقى في الانفويس بتاعك ان هم يحسبوك قال لك لا اسف انا مش هحسبك بسعر الصخر طب ليه انا ده انا مصخر هو انا مكسر لا ايه تعريف الصخر مش تعريف الصخر مش ان انت احتاجت له صره هو ممكن تبقى طفلة متحجرة ده مش صخر يعني يعني في انواع من التربة هتلاقي نفسك محتاج لها جاك هامر وهتكلف تكلفة الصخر تمام بس في الاخر اللي الحكم في الحتة دي هو ان احنا هناخد عينة من التربة دي وهنحللها معمليا تمام وهنشوف هي هتكسر عند اجهات لو لو اتكسرت الكود بقى لسهول ميكانيكس بتاع مصر بيقولك 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 ان الصخر الـ compressive strength بتاعه او الbearing capacity بتاعته من ثلاثة لعنف فبالتالي لو هو طلع اثنين وتسعة من عشرة ده كده تبقى للكود ما يصنفش صخر ولو ان هو احتاج جاك هامر وبالتالي اتكلف تكلفة عالية جدا حاجة بس في الاخر ده مش هيتم باعتباره صخر نقطة دي لو 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 لفتت نظر الاستشاري ساعتها مش هيعتمد لك الالفية اللي محتوى والسعر اللي انت حطه هيعتمد لك اللي هو بتاع اي انواع طربة اخر فبالتالي ممكن تلاقي نفسك ربحت في حاجة تانية خالص وخسرت اخسارة كبيرة جدا انت كلفت وشغل بقلبك وشنالك وفاهم انت حاسب النصائلات ونقول لك اتف ده مش صحب ده نقطة طب انا اقمن نفسي من حاجة زي كده ازاي خلينا نقول يعني دي خلينا نقولها في الإجابات بلق ساعة ما نفتح الديسكشن ايه اسئلت الناس عن حوالي حاجة زي كده هدي كو اجزامبل تاني برضو ممكن يعني برضو من ضمن الدباجة التقليدية جدا للمكتوبة وعلى فكرة في ناس كتير في مهندسين بقالهم اشهر سيين شغالين ومالت لحاجة زي كده انه مثلا هو طبيعي انه هو بيكتبلك ان انت عليك ان البند يشمل اقسند جوانب الحفر ومش عارف وديه يعني او لو احنا عندنا منسوب مياه جوفية قبل منسوب التأسيس لازم نتخلص من المياه دي ده على حساب البند الحفر على حساب المقاول وان القياس هم داسي كل ده بدهية بتكاتف اي بند حفر مثلا نرجع لحتة المعاينة النافية للجهالة انا لازم لما اروح اشوف الموقع اللي انا هشتغل فيه ده اشوف ايه اللي محوطني ايه المباني اللي جنبي هل انا مثلا جنبي يميني مثلا صور مدرسة وشمالي مثلا عمارسة كانالي وقدامي طريق وورايا ارض فضل طيب هل انا اعمل معاينة النافية للجهالة انا لازم اروح المبنى اللي جنبي ده وانزل اشوف اساساته على منسوب كام عشان احكم انا هبقى اساساتي اوطى من اساساته او لا من لوح بقى ال IFC اللي مطروح انا منسوب تأسيسي وبناء عليه ابدأ احدد اه ده انا كده مثلا اعلى منه فمعنديش مشكلة لا ده انا منسوب تأسيسي اوطى من منسوب اساساته وبناء عليه انا لازم اسند الدجار ده وقاله هيحصل تحت منه وتقع في الارض عندي والمبنى بتاعه يتأثر ويحصل له اضرار انشائية انا اللي متحمله مسئوليتي حتى لو هو منفذ غلط المسئوليتي يقول ايه القانونية يقول عليك انت لازم انت تسند خلاص المنشئ القائم ده فبالتالي المعاينة النافية للجهالة بتكشف لك حاجات من ده اللي هو اه لا ده انا هعمل حسابي في تكلفة الحفر اللي هو مثلا يكلف مئة الف جنيه ان فيه ربعمئة الف جنيه خوزيق سندل الجار يبقى انا ما بين ان انا احط البند اجمالي سعره مثلا مثلا سعر الفية مثلا للمتر المكعب حفر 30 جنيه خمسة و تضربه انا في الكمية فاطلع مثلا اجمالي حفر بمئة الف بس اكتشفت ان المعاينة النافية للجهالة دي ان يحتاج سند جوانب حفر عن طريق خوزيق مثلا خوزيق دي عمقها مثلا 10 متر ولا حاجة عشان يبقى فيها ليها والجزء اللي طاير بما نحفر تتحمل الاحمال اللاتر اللي جاي عليها لقيت ان انا تكلفت الجويل فهيتعمل فيه خوزيق كثير جدا فليقيت ان انا اجمالي التكلفة بتاعك مثلا 400 الف فاجمالي تكلفة بند الحفر بدل ما كانت 100 بقيت 500 انو تخيل انت ممكن انت بحاطة سعر عندك هامش ربح وكسبان واول بند اللي هو خفر بسم الله الرحمن الرحيم يبتلاقي نفسك خسران خسارة فادحة في المشروع فطبعا الكلام ده هيجي في حتة دراسة الدراسة من ناحية المقاوي تمام فهي خطوة لسه لاحقة بس احنا هنا في الخطوة بتاعت دراسة الدراسة من ناحية المالك بقى انا اللي بحمل الاخطار او بوزع الاخطار ما بين انا كمالك وما بين ما بيني كمآوي طب مانا ايه اللي خلينا اوزع الاخطار وشيل انا اخطار طب مانا خليها كلاش على المالك اللي هو الكثير او حاطر ا شات في مى ال المالك من خاطر على المقاوي والله في حالة انسان دي الجواني في حالة ان هو مش صخر بدل ما انا فاصل البندين واقيله البتاع الوحده ده الوحده ده الوحده اللي هو التربة ما بين ان انا مثلا البند اللي هو اي انواع تربة الوحده وما بين الصخر الوحده لا انا فاصل ده نوع من انواع risk allocation انا كده خفيت من عليه risk ان هو يطلع صخر فهو يخطيني يعني ما انا لو سبتهم له بان موجين في بند واحد هو هيأمن ويحط كل الاحوال فكده انا رفعت على نفسي لو بقى طلعت الارض طربة طبعية راملا لوز مثلا يبقى انا كده خليت كل الناس اللي تقدمت دي قدمت لي اسعار غالية جدا في الحفر وانا هدفع في حين ان انا مكنتش محتاجة هدفع الكلام ده كله كمالك بالتالي الريسك الوكيشن ده كل ما انا اوزع الريسك بالبالانس مزبوط اقدر اوازن ما بين ان يجي لنا اسعار مناسبة فانا انا بقى شايل جزء من المخاطر والمقاول اللي قدامي اللي مقدم الاسعار شايل جزء من المخاطر بسيط كده لحطة ازاي احنا بنجهز البروجيكت لتندر طيب ده برضو طبعا من وجهة نظر المالك او المالك وحطة البروجيكت لتندر الخطوة اللي بعد كده استقل احنا كل ده لسه جوه الانيشيشن فاز احنا زي ما كنا قلنا قبل كده ان احنا البروجيكت يكفي انيشيشن فاز فيه انيشيشن فاز فيه منوتريجان كنترولين فاز وفيه كلوزن فاز طبعا احنا ما اعتقدش ان احنا هنقدر ان نغطيهم كلهم في المحاضرة دي بس انا بحاول افتح معاكو كلام زي ما قلنا هو الانيشيشن فيه بس من ناحية المالك حتة الفيزابيليتي حتة الديزاين وحاتة ان احنا نبريبير البروجيكت داكمنس اخر جزئيه من خلال المالك او من خلال الاستشاري المالك وقلنا ان اول نقطتين فيهم هنقط لينكات للفيديوهات اللي بتشرحهم شرحة تفسير تالت نقطة احنا يعني عدنا عليها كده وشرحنا كل داكمنس دي وقلنا ان انا ممكن نضيف لهم كمان اللي هو الجسات اللي معمولة بمعرفة المالك واحدة من ضمن الداكمنس اللي لازم بتضحط في مرحلة البريتيند طرحناهم وبقى فيه تندر هنبدأ بقى نخش في الكنتراكتورز بريسبكتب بقى اللي هو بقى ايه انا مهندس شغلاوي اتطرح مشروعه سحبنا سحبنا اشترينا كراسة الشروط بتاعته وسحبنا الاشترينا كلها للدراسة ازاي هندرس بقى المستندات بتاعت المشروع نحن اتطرحنا لأجزاء من المستندات اول حاجة احنا بتدرس ايه الشروط اللي مكتوبة في العقد ممكن تلاقي ان انت مشترط عليك مثلا في العقد طبيعي برضا حاجاتك متكررة جدا لان احنا نظر يعني الحيو دي ما قولنا بتبقى اصلا خلاص يعني استخدمت كتير قوي فخلاص بقى تنبنيتش باي ثابتة ان انا نصص مثلا على ان فيه تأمين ابتدائي قمته خمسة في المية مثلا من الاعمال فانا لو داخل في مشروع مثلا بعشر مليوني انا فيه نصص مليوني طيب ايه التأمين الابتدائي ده التأمين الابتدائي ده انا بفضل محتجزه يعني المالك بيفضل يعمله تعليه فيه فرق كبير او بين الخصم وبين تعليه اللي هو بالانجليجن يعني فيه خصم خلاص يعني ممكن اعمل لفلوس اللي هو خلاص فلوس مخصومة على المقاول ده في حالة مثلا نسوق المصنع او مقاول ده ونفزه مش بالجودة مطلوبة انا من حقي اوقع عليه غرامة مثلا نسبة مقاوية من قمت البند ده لا ترد خلاص ده كده فلوس لا ترد تصرف للمقاول اصلا خصمت من عقل او فيه حاجة اسمها تعليه يعني زي تأمين الاعمال كده اشهر مثال عليها انا بحجز خمسة في المية انا بحجز خمسة في المية يعني انا دلوقتي جاي لانا المستخلص بتاع المقاول يقول ان هو نفز عشرة متر مكعب خرصانه والمتر بمية جنيه فالاجمالي الف جنيه واحطوط بتاعته مية في المية يبقى الف جنيه تساوي كم سوري العشرة او مية يساوي الف جنيه مفروض ان اصرفه الف جنيه لا انا بحجز الالف انا بحجز منها خمسة في المية خمسين جنيه فبصرفه تساوي مية وخمسين بده بصرفه اعلي ليه باعدي اعلي في الفلوس دي من كل بند بيجيلي بحجز خمسة في المية خمسة في المية خمسة في المية خمسة في المية بتفضل تحجز لما هو التسليم الاتدائي لما المقاول ده بيخلص وبعد جارب بيقول يا جماعة انا جاهز للتسليم الاتدائي بنشك اللجنة وبننزل نستلم الاعمال ولما بنستلم الاعمال دي وخلاص تمام وبيقرر ان هو يصرف له كل مستحقاته بنصرفه بقى الخمسة في المية اللي كنا حاجزينها كلها او تعليات على مدار المشروع كله بتصرفه عند التسليم الاتدائي لا بس انا اسمع ليه فلوس بتفضل محتجزة لحد بعد سنة من المشروع اه دي حاجة اسمها التأمين النهائي قمته خمسة في المية برضو من الاعمال دي بتبقى فلاب ما بصرفه ما بصرفه 950 فانت حاجز اكشلي 50 جنه بس او خمسة في المية 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 التانية بجيبها من اين دي بتبقى عادة مخدمة بصوصة ضمان او شيك يعني انا واخد عليه شيك بس ما سيلتوش ما صرفتوش او هو جائب لاختاب ضمان من البنك ان البنك بيضمنوا في المبلغ الفلاب بحيث ان انا لو بعد سنة لي six سنة من التسليم اليتداي ببعد تسليم النهائي لو بعد سنة من التسليم اليتداي اللي هو ما بعد ال �ون نهائي جيت و لقيت ان المشروع تمام ل Blessing لأنه موجود بس او مش اي مشاكل أنا اول ده مش المفروض انه يتقسم عليه اي حاجه او كده أو مش مطالب انه يصيّح أو يشيّن اي حاجه بتي بصرف له او برضله الشي برضله خطاب ضمان بتاعه اللي هو خمسة في الميةぇ ما بالق死 ده كده من فدي ما نأثير على كاشف له بتاع time schedule جدول زمني للمشروع فانا عامل بأثير المشروع ده وحاطط زمن تقديري لإنجاز كل زمن تقديري تقدر لكل يخلص ورابط بعضها علاقات أو خرصان دور الحداشر هتخلص في الحالة دي ده انا هكون مثلا من ما انا مثلا سيف الخامس ممكن نعمل الفنش بتاعه وصاب دور الأرض دور الأرض فدي تبقى في شغل بقى ونعمل كل المشروع مع بعضها وبقى فيه زي ما قلنا دوريشن بحيث ان احنا في الاخر اجمالي مدة المشروع هتبقى مدة قد كده يخلص بقى في المعادل المحدد اللي انا هتطلعه من البرنامج الزمني او لو انا عندي معادل معادل محدد ان انا ملزم به ببقى عامله كن في البرنامج الزمني بحيث ان انا اشوف لو مشت اللي انا حطه ده هخلص في المعادل المزبوط ولا هيبقى عندي مشكلة اللي هي بتبقى اعتبر بنسميها بقى نيجاتف فلوت المشروع عليه نيجاتف فلوت يعني المشروع ياخد المشي بالريد ده وبقت هتدخل فرحالة بلانيج لو احنا حصل نتيجة التطورات حصلت في المشروع في المشروع بقى هيتأخر دلوقتي زي مثلا الكورونافيروس مثلا دي حاجة ممكن تتسبب في تأخير المشروعات طبعا فبقى انا محتاجة تتدخل بكوريكتف اكشن ده بقى فرحالة بقى فازاي بنشوف بقى ان احنا ههو ده فازاي بتاعت المشروع ايه اللي بيتم في البلانيج لا ان انا بخطط اصلا عشان اخلصه انتايم طيب انا بقى لقيت ان انا وانا شغال في المشروع لقيت ان حصل تفورات على المشروع هتأدي لتأخير المشروع ده يعني كوني ان انا لقيت ده المونترين ان انا تدخل باكشن اعمل تصحيح مصور عن طريق بقى ان انا اضغط المشروع بان انا زود ريسورس بان انا قد ادر بقى ده كده كنا منتكلم على كترمز ان كوندشن وقلنا عبلي كده ايه هي الالجنرال كوندشن زي ما قلنا الجنرال بتبقى يعني موصفات البند ازاي بيتنافهم بطرق خياسه ودينا مثل على موضوع القياس المحارة الخارجية وقلنا على مطلوب كرافانات بفرشة ايه مطلوب عربيات بسوئين بوفيس برويب وهكذا احنا منتكلم حالا في ايه؟ في دراسة اللي اضطرحت من قبل المالك وممثلينه اللي بيدرسها طبعا حالا بقى ممثلي المقاول والمقام فمجموعة الالجنرال اللي هي بقى ان احنا بتذاكر ونترجم التكلفة هنتكلفها وبنذاكر ونذاكر ونذاكر طب بتذاكر لان انا ببقاش ايلك نسم على سبيل المثال في باندل بالمتر مكعب خرصانة مسلحة لزوم الاسقف والقمرات طيب انا المتر المكعب من اللي سوف دي فيها كم كيلو جرام حديد تسليح وبقى انه علي انت هتسعر على اساس ايه؟ يبقى انه لازم بقى مديك رسومات تصميمية انت من خلالها تستنتج وتحسب كمية الحديد اللي في كل متر مكعب خرصانة من اللسقف والقمر وبناء عليه تبدأ تشوف تكلفة الحديد التسليح لواحد متر المكعب خرصانة قد ايه لو احنا شغالين خرصانة جاهزة او تكلفة الرمل والسن والاسمنت اللي انا محتاجهم عشان اكون الخرصانة دي قد ايه؟ وتكلفة المصنعية احدادة بس وفرمجة بس فرمجة دي اللي هي الناس اللي بتيجي تسوي سطح الخرصانة او بتهز العنصر وهو بيتصب عشان ما يحصلش تعشيش للخرصانة فبجمع كل الحاجات دي وبدخل معي بقى ال indirect costs كمان زي بقى المرتبات ما انا ممكن مش بس مرتبات بقى المهندسين اللي في الموقع والمشرفين والكلام كمان عندي مش في محاسبين في الشركة محاسبين دي في الاخر مرتباتهم محملة ممكن بقاش على المشروع ده بس محملة على الخمس مشاريع اللي الشركة شغالة بيه وكل مشروع بنسبته والله انا عندي خمس مشاريع مئة مليون والمشروعات التانية بعشرة مليون كلها هل المشروع المئة مليون ياخد تحميل من راتب المحاسب زيه زي المشروعات اللي بعشرة لا طبعا هو ياخد المصيب الأكبر من راتب المحاسب ياخد يعني أجزاء متساوية وهيبقى الويت الأكبر عند المشروعات الكبيرة وهكذا هي نسبة وتناسبة فالIFC Drawing زي ما شرحنا كده أهمية دراستها ان انا طلع زي كمية الحديد التسليح وهو متر المقعدة الخاصة بعد كده البلوف Quantity وهو بقى دراست رقم واحد زي ما قلنا التوصيف على كده حتة موضوع البند الخفر وازاي ممكن يبقى محمل على البند سند الجوانب الخفر مثلا فان انا احتاج اعمل على طول خط الجار اللي جنبي تم مثلا بالمعاينة النافية للجهالة فانا لو لقي مكتوب كلمة ان انا علي مسئولية من ضمن البند الحفر مسئولية سند الجوانب لازم اركز كويس جدا في الحاجة زي كده ممكن او ممكن ان برضو من ضمن الموضوع ان انا صخر ولا مش صخر والكلام ده ففي بقى اجزامبلس كتيرة جدا يعني هنبقى بقى نرجع لها ممكن مضرة مخصوص او هنبقى من خلال الفيديوهات اللي هتنزل على البيتج بتاعتنا على البينشمارك هتلاقي في محاضرة بقى بتشرح دراسة الدراسة بتاعت الدراسة بتاعت اي معموله تندر من ناحية من منظور المقاوض فده كده يعني شرح يعني ايه بلو كوانتيتي وندرسه ليه بعد اخرى ممكن تلاقي خطة في حالة مثلا للطوارئ مثلا في حالة الفاير مثلا ان الناس بتهرب لها مصار محدد ان الناس تكون ممكن تبقى معمولة من قبل الملك ومخطوطة بسانتات الطرحة اصلا خطة للقواليتي دورة الورقيات مثلا بتمشي ازاي عشان يبقى فيه وكواليتي كنترول لا للجهة دي والجهة دي هي اللي تبعت للملك مثلا ممكن يبقى شركة project management فانت قريتك للخطة دي هو اللي بتاع باقي فيه اقل من دقيقة فهيفصل وخلاص انا مش هفاول عليكم نقفل النقطة دي ممكن نفتفي بالتقدر ده ونبدأ نفتح عشان نعمل على الأجزاء هنستكمل الجزئية دي بعد يعني اول ما نرجع بعد يبقى احنا هندرس بقى كل الدكومنس اللي قلناها دي وبعدين فيه ترجمة نانسي قنقر